حيات سيد عليلي سلام عليكم من وراء الكنسولات ويقول لكم تبعو تود سويت حالة التقص اليوم الصباح اللي نلقى وامتار متفرقة ورعادية متواصلة بالشمال ومحالين الوسط والجنوب وتكون احيانا غزيرة باقصى الشمال الغربي في الصباح مع تساقطات البرد باماكن محدودة اضافة الى تساقطات ثلجية في المرتفعات الغربية للبلاد انخفاض نسبي منتظر في الحرارة بشترة حقصة بين 8 و 13 درجة في الشمال والوسط والجنوب الشرقي في حدود 5 درجات بالمرتفعات وبين 13 و 17 درجة في بقية الجهات شدة الرياح تطلب اليقظى قرب السواحل والجنوب بين تثير الرمال والأترباء نشرات تحذيرية بشتوقات سارية المفعول بالنسبة للميلاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان بالنسبة الى ممكن النشرات التحذيرية هنا فيما يتعلق بالميلاحة والصيد البحري اعلان بهبوب رياح قوية البحر اللي بش يكون شمالي شرقي ذي نحكيه على شمال تونس بين 25 و 35 عقدة يلي يوصل حتى ال 45 عقدة البحر ما اجمع مواج متقطعة التقس اللي بش يكون امطار عادية متوسطة وبالنسبة الى شرق تونس فما رياح قوية سرعة الريح اللي تتراوح بين 35 إلى 45 عقدة وبين 55 يتجهش الاخر النهار الى 65 عقدة وبالنسبة للبحر شديد الهيجان الى عنيف خليج غاب السيئة زادة كيف كيف اللي تصل الى حتى 60 عقدة وبالنسبة الى ممكن معناتها الترانسبور اللي بش يكون البطولي بين بين السفقس وبين قرقنة يدور لي بش تتعطل شوية الامور طول نعطيكم قاعدين نحاولوا نتصلوا بشكون غاديكة طول نعطيكم اول باول بالنسبة الى حركة الميلاحة خاصة بين جربة وبين مدنين وبين قرقنة وبين السفقس خليني نمشي وناخذوا بعض التفاصيل اللي نلقاوا درجات الحرارة مش تتراوح كالعادة نبدأ بالوطن القبلي بين 14 في قليبيا اليوم الى 11 في نابل المدينة 12 درجة في تونس العاصمة 13 في كل من بنزارة وتبارقة 11 درجة بين بيجا واجندوبا الكيف 7 درجات 8 درجات في سيليانة 5 درجات في تيلة 11 درجة في القيروان زغوان اللي تساجل 10 درجات 12 درجة في سوسة 13 في كل من المستير والمهدية 12 درجة كيف كيف نرقاها بين قرقنا وبين اسفق السيدي بوزيد تساجل 10 درجات 9 القاسرين 13 درجة في قفصة 15 في قابس 17 درجة في توزر 16 درجة في كبلي وبالنسبة الى الجنوب شرقي جربة 13 12 في مدنين 10 درجات في تطاوين 11 درجة في رميدا